اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي الخبر ان زياش يهاجم الحكومة المغربية بسبب ما يحدث في فلسطين حيث اتار نجم المنتخب المغربي ولاعب غلطة ساراي حاكم زياش الجدل بتدوين نارية هاجمت الحكومة المغربية بسبب ما اعتبره دعما للابادة ضد الشعب الفلسطيني واعرب زياش عن السلكاره الشديد للافعال التي يرتكبها الجيش الاحتلال في الفلسطينيين جاء ذلك بعدما انتشر فيديو يوتق لانتهاكات فضيعة لاعب غلطة ساراي نشر تدوين في السطوري على حسابه في الانستغرام امسني الجمعة عبر فيها عن غضبه العارم وكتب اللعنة على الدولة المحتلة وكل دولة تدعم هذا السلوك كما اكد تضامنه تم مع شعب الفلسطيني في معاناته ضد الاحتلال بطبيعة الحال وفي منشور اخر وضعه قبل لحظات على خصية سطوري قبل حد فيه قال الدولي المغربي كان الامر المنشور السابق موجه لحكومة بلدنا مع وضع علم المغرب التي تدعم الابادة وكل الدول الاخرى التي تدعم ذلك عيب عليك كفاء كفاء شيم اونيون قدر نترجم لكم حتى البوست الجافيه وتبع زياش لاخواني واخواتي في المغرب وفي كل انحاء العالم حافظوا على اصواتكم عالية قدر الامكان انا معكم جميعا يذكر ان الزياش دائما ما يعبر عن مواقفه المناصرة للقضية الفلسطينية ما يجعله شخصية محبوبة لدى فئات كبيرة من الشعوب العربية والاسلامية المهم هذا المنشور اللي عبر فيه عن تضامن ديالو وايضا انه انتقد الحكومة المغربية بطبيعة الحال وقال لها بانها احتهي مشاركة فهذا الشي اللي كيوقع للفلسطينيين هذا التدوينة اجرات علي وحد الوابي الكبير من الانتقادات كيف كتعرفوا بان هذه القضية حساسة جدا هذه من جهة من جهة اخرى يمكن استغلالها من طرف الكرغوليين لاجل الضرب بالمغرب وعدة تفاصيل بهذا الخصوص لان هذه القضية كتبقى واحد القضية اللي كتستقطب وكتقسم النشطة من كل اللي كيقول بان هاته تطبيع وسمة عار على المغرب طبيعة الحال هذا من رأي ديالهم كيقول بانها هذه تطبيع وسمة عار بالمغرب وانه غد يجيب لنا غير العار والشنار للمغرب وايضا كيتحملوا فقط المسؤولين هما اللي كيتحملوا العواقب دياله بطبيعة الحال وكينين وحدين اخرين كيقولوا ان مصالح المغرب فوق كل اعتبار وان تازى قبل غزة مهم كل واحد وكيفاش كيقول كيفاش كيعبر على النوايا دياله وكتبقى ان هاد التضامن اللي داروا مع الفلسطيني وتضامن اللي شريف جدا ومشكور عليه وايضا حتى احنا من هاد الانمين بار كان اكدوا بانه حتى التطبيع رأى يقاكين كتير ما يقالوا عليه وانه اظن انه غير مش في مصلحات المغرب يقدر يكون في واحد المصلحة ضيقة ولكن على بعد المادة وعلى المادة الطاويل رأيكون ضد تطلعات ديال المغرب وعيكون واحد النقمة علينا بطبيعة الحال هادا بخصوص الخبر الاول اه هادا بغيت نبدأ به وباش ندوزل واحد الاخبار اللي خطيرة جدا وهو ما وقع معك من الاسف في في طاطا وفي زاقورا واحد القصة اللي مؤلمة جدا على ذاك الكار اللي تقلب وتجرف جرفته سيول الامطار كان واحد القصة ديال واحد الاب الشابة اه اب الشابة المفقودة في فيضانات طاطا اه اش كيقول كيقول كنت جالس ما بيا مع لي خدام في ستات او وصلت تسعة بدات كتتصنع لي بنتي كتقول لي با الكارد ده الواد با اجي اعتقنا وكتشهد نط ديك سعه حتى الحنوت ما شديتوش خليتو هاي هاي داك ولك خليتو هكا هكا وجيت كنجري حتى وصلت لهنا وباقي ما عرفتش داب المصير ديال بنتي وهي من المفقودين كنتمنى انها يسمع اه يسمعش اخبار زوينة ولكن كيف كتعرفوا بان هاداك الكار اللي تقلب اه معك من الاسف هوا الفيديو دياله هو هادا هاد الكار اللي تقلب راه مجازف بزاف ومشا في واحد سيول اللي كانت خطيرة جدا بسبب الامطار اللي كونات واحد سيول خطيرة وثلتاشر واحد اللي تنقدوا جو السيدات ماتوا وربعتاشر واحد في عيد هاد المفقودين لحد الان ما عارفين همش كنتمنى انهم يسمعوا عليهم خبار مزيانة هاد الكار اللي كتشوفوا في داب حاليا في الصورة هاد الكار راه جروا الواد راه بعيد عدة بعشرات الا من نقول مئات الامطار على القنطار راه جروا الواد ومعاك بالاسف كانوا حد بعض الصور اللي كتبين ان الناس كانوا من الفوق دياله يستنجدون كان قصص مؤترة بخصوص هاد الكار ان الناس بقاوا فقط متعلقين بالحديد ديال القنطار كل تنقد كل الده الواد معك من الاسف نسأل الله السلامة ونسأل الله ان يرحم هاد الاخوان اللي توفاوا في هاد الكار طبيعا الحال المناطق معك من الاسف ما كدوش عليا بزاف مناطق منكوبة جيت طاطا وزاقورا وراشيدية مناطق منكوبة بكل ما تحملوا الكلمة من معنى وخاص سلطات تدخل باش نقود هاد الناس لان الامر جلل بعض التفاصيل بخصوص الكار انتشال الجتة الرابعة جراء الفيضانات بغيت ندوز بعض الصور بشوفهم على هاد الكار وعلى عدة لحدود اللحظة وفي حصيلة محينة لفيضانات طاطا قامت الوقاية المدنية بانتشال الجتة الرابعة جراء الفيضانات التي أصابت المنطقة ويرجح ان تكون الجتة الرابعة التي تم انتشالها في هذه اللحظات من ضحايا الحافلة التي جرفتها السيول ليلة امس في مدخل المدينة تحديدا في قنطارت انطفيان ما يؤكد حجم الكارتة التي تعرضت لها المنطقة هذا وتسببت التساقطات الرعدية التي عارفتها المنطقة امسين الجمعة في عزل العشرات من الدواوير والجماعات وقطع الطريق الوطنية رقم 17 الرابعة بين طاطا وفم زجيج بعد سقوط قنطرت النهضة في مدخل المدينة نسأل الله السلامة كانت فحد الفيضانات كانت امطار لطوفانيا كما كتبين لكم في الصور هو هذا اللحظة لهذه الكار وكانوا فوقه هذ الناس اللي مشاوا مع كامل الاسف كيتحمل مسؤولية اصحاب هذ الكار وايضا الشيفور اللي يجهز بهذه الناس مع كامل الاسف وتسببوا هذ الكارتة علما انه كان نشرة اندارية كل شي القنوات الاخبارية كتأكد كانوا هذ نشرة اندارية دائما من مستوى قضية احمر وبرتقالي ولكن مع ذلك تلقى الناس يجالس فوق بالحياة دياله وخيكون عندك حياتك اهم من اي موعد اهم من اي حاجة اللي تكون طارئة الحياة ديالك تبقى فوق كل اعتبار بعض الفيديوهات جنتقسم معكم هذو من منطقة واحات طاطا وممكن شوفوا واحات طاطا وكيف اصبحت نسأل الله السلامة ضوار اديس من كوب دابا ما كان لطريق الناس مشاولهم ديور مشاولهم لباين إن لله وإن الله يراجعون لو حمشات كل شي مشا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ومعدة فيديوهات نتقسم معكم اخواني واخواتي هذه من جماعة سيدي حسين دائرة تالوين اقليم تارودانت عدة مناطق مشي فقط غير طاطا وزاقورارا تحت الراشدية تارودانت تينغير الى اخره فهي عرفات واحد الامطار اللي قوية جدا وادات الى قطع الطرق وكان واحد قنطار اللي تجرفات بالكامل بقتها واحد السيارة ديال اير كات فقط قنطر علي قدها كبيرة تقدر تكون فيها واحد تلاتين متر من عشرين تل تلاتين متر حتى ايا اصبحت هباء منطورة ما بقت فيها تشيح حاجة نسال الله السلامة امطار قوية جدا اه كنتمنى انه اه سلطات دين المجهودات ديال هالي فك العزلة على هالطرق واعادة انشاء القناطر وفك العزلة ومساعدة المتضررين مازال الخسائر تقدر تطور وكنتمنى انه اه تبقى على هاد الحد هذه اللحظة توصول الواد الى باطا منظر مهيب جدا ودائما المطلوب من الساكنة الابتعاد على المجاري المائية خصوصا فاش كتكون هذه الحملات ديال الوادنية المرجو الابتعاد كلما امكن ومن الاحسن طلعوا الاماكن المرتفعة متقاشر في هذه الاماكن لانها تقدر تسبب لهم الخطار الى هنا ننتهي من هذه النشرة الى اللقاء في نشرة اخرى ان شاء الله